بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت قصة وحبيت منها أديكم خبرة وعبرة ونتعلم منها حاجة في سيدة كانت متزوجة وزوجها كويس ومعاها باعترفها وهي برضو يعني أنا عايز أقول لكم أن كل بني آدم فيه الكويس والوحش يعني فيه مميزات وفيه عيوب كل بني آدم هي معترفة أنه له مميزات تمام؟ طيب عاشت معاها وجابت أطفال ثلاث أطفال وتمام والحياة مشية وتمام فيه فجأة كده من الإعلام من أي مصدر تاني النتيجة أنه زنت في دماغها فكرة الطلاق الشيطان صور لها أن هي لو اطلقت هتعيش براحتها مش هتبقى مرتبطة بحاجات ممكن تكون فيه مميزات للطلاق معرفش جتها الفكرة منين المهم أن الشيطان زود معاها الفكرة دي وعلاها قوي النتيجة أن هي كل شوية الفكرة دي بتزن في دماغها ومش قادرة تنساها أبدا شوية وبعدين حصلت مشكلة كبيرة شوية بينهم كانت النتيجة أنها طلبت الطلاق طلبت الطلاق وأصرت عليه كمان جزها يعني للأمانة فضل يحاول وباعترفها حاول كتير وجاب لها ناس كتير وعمل وخلى المهم النتيجة أن هي أصرت على الطلاق في قربتها مطلقة استشارتها هي صاحبة الرسالة دي أو صاحبة القصة استشارتها قالت لها عاملة إيه في الطلاق يعني أنت أخبارك إيه عايش حياتك إزاي قالت لها الحمد لله أنا عايشة كويس وإلى حد كبير بحريتي وإلى حد كبير مبسوطة وعايشة لكن للأمانة بنصحك بعدم الطلاق طبعا إيه برضو الفكرة في دماغها قوي 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 وصممت على الطلاق رغم محاولات جوزها لكن صممت صممت على الطلاق وفعلا اطلقت بعد الطلاق زوجها برضو حاول تاني أن هو يرجعها وبدأ يبعت لها ناس وحاول بمحاولات كتيرة جدا أن هو يرجعها ولكن برضو هي صممت على في دماغها وخلاص وتم الطلاق وتم اللي بعد الطلاق وخلاص بعد كده بقى بفترة استشفت وبانت لها حاجات هي ما كانتش واخدة بالها منها الأولاد اتدايقوا ما بقوش معاها ما بقوش معاها زي الأول كمان اكتشفت أن هو كان في حاجات أكيد سادت فيها ركن أكيد ولو حتى بيجيب لها حاجة من برة المهم أنها اكتشفت أهميته وأهمية وجوده في الأسرة الأهم من ده كله بقى أنها اكتشفت أن هي لسه بتحبه طبعا بعد فوات الأوان لأن هي ضيعت فرصتين كانوا قدامها أنها ترجع له بكرامتها يعني فرصة قبل الطلاق وفرصة بعد الطلاق النتيجة أن هي ندمت ندم شديد جدا حاولت أنها ترجع له تاني لكن زوجها كان خلاص بدأ بقى يشوف حياته يتجوز يرتبط بحد تاني يخطط لحياته بطريقة تانية النتيجة أن هو خلاص ما بقاش فيه رجوع تاني وخلاص القصة انتهت على كده لكن لازم ناخد منها عبرة كبيرة جدا أن احنا مش أي فكرة نجري وراها مش أي فكرة تقوم في دماغنا والشيطان يصورها لنا صحيح أن وقت الغلط بيبقى الواحد مش عارف الصح من الغلط لكن أي حاجة بنختلف عليها بنرجعها للدين بنرجعها لربنا الطلاق أبغض الحلال إلى الله إذن الفكرة دي برضو ممكن ما ترضيش ربنا العبرة بقى اللي بناخدها من القصة دي شوية حاجات أول حاجة أن الكل امرأة ظروفها ما تبصيش لغيرك ما تبصيش لغيرك اطلقتي بقى أنا لازم اطلق فلانا عندها حاجة يبقى أنا لازم اجيب حاجة فلانا بتعمل كذا لازم اعمل كذا كل واحدة لها ظروفها ولها إمكانياتها عشان كده ما ينفعش إن احنا نقلد الناس عمياني كده من غير ما نبص لزروفهم تاني حاجة دايما بصي للحاجات الكويسة في الشخص اللي قدامك يعني بصي لنص الكوبية المليان ما تبصيش إن هو مثلا غلط فيك أو عمل معاك مشكلة أو له عيوب معينة أكيد له مميزات زي ما أنت ليكي مميزات وليكي عيوب تمام ثالث حاجة نتعلمها من القصة دي إن الأولاد خصوصا الصبيان محتاجين أب كمان البنات محتاجين أب في سن معينة البنت بتميد للجنس الآخر وباباها هو اللي بيسد الناحية دي عنها وإلا حتدور على حد تاني تتكلم معاه ويبقى سرها ويبقى الصاحب الآمن بالنسبة لها تمام رقم أربعة لما تسيطر علينا فكرة معينة نعمل استخارة نستغفر كتير نسبح كتير نزكر ربنا كتير ولازم لازم نعمل الحاجات دي قبل ما نخطو خطوة كبيرة زي دي احنا كده بنهدم بيت صحيح انه ممكن يمشي البيت من غير الأب لظروف معينة لكن أكيد مش هيكون زي وجوده تمام النقطة رقم خمسة حتى لو كان الزوج له عيوب يكفي انه هو ستر وغطى على البيت وعلى الأولاد وعلى ومن الناس وحماية ليكي حماية ليكي وللأولاد من اللصوص من أي حاجة وحشة من طمع الناس أنا أعرف واحدة كانت مطلقة وكانت في شغلي كانت كل الناس لو حتى وقفت مع مدرس تاني تطلب منه حاجة أو شغل أو أي حاجة كان كله بيتكلم عليها يعني هي كانت بتدور على أي زواج حماية ليها من الناس بس فانت في نعمة مش حسة بيها اوعي تجري ورا الطلاق لأسباب ضعيفة النقطة رقم 6 لازم قبل الطلاق لو انت خلاص مصممة واستنفزتي كل الطرق لازم نسأل نفسنا 6 أسئلة أول سؤال هل الوضع المادي بالنسبالك هيكفي وحيعايش البيت زي ما كان الزوج موجود دي نقطة النقطة التانية هل ليك أو انت في سن يسمح بالزواج مرة تانية وهل الزوج اللي انت هتختاريه ده أو هيجيلك أو أيا كانت الظروف هل حيفهمك زي ما كان زوجك فهمك في مدة كبيرة نفس الموضوع للزوج برضه لو هو بيفكر في الطلاق وبيختار زوجه تانية هل هتفهمك زي زوجتك ما فهمتك المدة اللي فاتت دي كلها رقم 3 هل وضعك الصحي يسمح بانك تعيش لوحدك انت وأولادك يعني بمعنى تاني هل الزوج ما كانش بيساعدك لو انت تعبانة أو لو هو وضعك الصحي دلوقتي مناسب وتمام هل بعد كده بعد 5 سنين مثلا هل وضعك الصحي هيسمح ان انت تعيش وتخدمي ولادك وتخدمي نفسك وتقدري على الوحدة بعد كده الرقم اللي بعد كده هل عندك بيت تعيش فيه لو لو انت عندك شقة الزوجية تمام هل بعد كده فكرتي ان ممكن الزوج ده ياخد منك الشقة وياخد منك الاولاد في سن الحضانة فكرتي في الحاجات دي الرقم اللي بعد كده هل الاولاد هيقدروا يستغنوا عن باباهم يقدروا يستغنوا عن خضله عن حمايته عن حاجات كتير ممكن ان هو كان بيسدها عنك الرقم اللي بعد كده هل الطلاق بيرضي ربنا هل سبب الطلاق بيرضي ربنا سبب قوي لدرجة ان هو يرضي ربنا انا معاك ان في حالات لازم منها في الطلاق زي البخل مثلا زي العلاقات النسائية زي حاجات ممكن لكن هل السبب اللي انت هتطلقي عشانه هل ديرضي ربنا الرقم برضو اللي بعد كده هل استخدمتي كل الطرق عشان تصلحي وعشان تكملي حياتك الزوجية معاه وعشان تتجنبي الطلاق استنفذتي كل الطرق دي الرقم اللي بعد كده هل استخارتي ربنا هل عملتي استخارة لمدة 3 أيام وعرفتي ان الطلاق هو الحل لازم تجاوبي على الأسئلة دي بكل شفافية يعني الواحد ممكن يجذب أو يمثل أو أي حاجة على حد تاني لكن على نفسه استحالة لازم تجاوبي على الأسئلة دي بكل شفافية وتعرفي حياتك بعد الطلاق تتخيليها كده هل هتكون زي حياتك دي أو هتكون سيئة أو هيكون حياتك دي هي الأسوأ يعني اعملي مفاضلة كده وشوفي اختاري أخف الضررين كمان لازم تعرفي لازم تعرفي ان انت دلوقتي في حسن وفي حماية كبيرة جدا زي ما قلت من الناس فاختاري أخف الضررين لو ده ضرر وده ضرر اختاري أخف الضررين علشان تتجنبي ان انت تندمي زي صحبة القصة بتاعتنا ابو عي تعملي حاجة تندمي عليها في المستقبل ده كان الفيديو بتاعي بتاع النهاردة يا ربي يعجبكم ويا ربي يا ربي تقولولي في التعليقات لو انت وعندكم أفكار تانية لو عايزين مني اتكلم في موضوع معين قولولي وانا اتكلم وانا تحت أمركم بحبكم جدا وان شاء الله أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله ألف سلامة شكرا